هذا وحثت الدكتور مونة المهري رئيس الخدمات الصحية للأمومة والطفولة في وزارة الصحة جميع المواطنين والمقيمين في البحرين على أخذ اللقاحات المتوافرة في المملكة وأكدت خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة أن جميع اللقاحات المجازة في مملكة البحرين فعالة وآمنة طبعا نحن نحق جميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة لأخذ اللقاحات المتوفرة حاليا ضد كوبيد 19 وعدم انتظار لقاحات أخرى لأن جميع اللقاحات المتوفرة حاليا والمصرحة في مملكة البحرين آمنة وفعالة ومرت بجميع مراحل التجارب السريرية التي صارت على آلاف الأشخاص وبالتالي ننصح الجميع وبالخصوص كبار السن الحوامل المصابين في أمراض منزمنة ومن ضمنهم السمنة المبادرة بأخذ اللقاح لأن هذه الفئة يكونون من الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الكورونا وبأخذهم اللقاح يكون بالتالي حماية لهم ولأسرهم للمجتمع شكرا